هلو ميدير استيادنس أهلا بكل المتابعين بقناة انجليزي كل المراحل بكل طلاب سنة 6 ابتدائي ميكملين مع بعض منهج الصف السادس الابتدائي المنهج الجديد 2024 منهج كناكت سيكس النهاردة في كتاب المعاصر هنحل تمارين كتاب المعاصر على الدرس الأول من الوحدة الثالثة تعالوا كده نشوف يلا حل كتاب المعاصر احنا هنفتح page 91 ونركز قوي احنا قلنا الدرس المرة اللي فات شرحناه هنبدأ بقى نحل التدريبات دي ونتعود على حل الامتحان الحل الكتير هيخلينا شطار أكتر يلا نبدأ بسم الله هندوصل عكده للفيديو عشان يظهر وهنبدأ بسؤال الليسنينج احنا قلنا كتير ان اسئلة الليسنينج التيتشر بيدخل وبيقول لنا نص استماع نص text احنا بنبدأ نسمع كويس قوي وبنشوف الكلمة اللي هو قالها وبنبدأ نحط عليها سيركل سؤال الليسنينج ده يعني خسارة قوي ان انتو تخسروا دركته تمام نركز قوي انا ليه بحب احنا قوي ممكن نسمع وبعد كده نبدأ نفتكر ونحل بس لما احنا بنسمع التيتشر واحنا بنسمعه بنمشي بالقلم كلمة كده وهو بيقول بيكون أسهل فتعالوا كده اسمعوني وابدأوا ان انتو يلا شوفوا الاختيارات ايه تمام يلا بسم الله هنا طبعا السؤال الليسن هنختار واحدة من الايه من الاربع اختيارات دي باسل اند حازم احنا سمعنا ايه على طول هنحط عليها سيركل today they are excited بصوا انا عملة اسمع وانا بمشي بالقلم لسه ملاقيتش كلام فبفضل وقفة ها they are going to quad ايه انا شفت اهو they are going to go quad biking اهو انا بدأت اسمع نفس اللي بيتقال in the desert in the desert اقوم هو لقيت الاختيارات desert احط عليها circle وبيقول لي then they are going to the theme park لقيت اهو نفس الكلمة اللي انا سمعتها لقيت the theme park in جيزة صدي ها فين مكتوب ستي ادور بقى على جيزة في الاختيارات اهو لقيتها احط عليها circle they want to they want to اهو نفس اللي انا بسمعه هو هو they want to ride on a roller coaster بس كده اهو جاوبت نفس اللي انا سمعته يبقى انا بافضل ماشي بالقلم وبسمع teacher كويس اوي وبركز افضل ماشي كلمة 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 اسمعت خلاص الكلمة ادور عليها في الاختيارات لانها مش موجودة واكمل بيها طيب السؤال التاني listening برضو بس الكلمات مش موجودة قدامي انا هسمعها كويس اوي وابدأ اكتبها طبعا احنا في قناة انجليزة كل المراحل بنربط بين صوت الحرف في العربي وصوته في الانجلش فهنقدر ان شاء الله نكتب اي كلمة اسمعوا last week الاسبوع اللي فات i traveled to كايرو with my school الكلمة اللي نقصة كايرو تعالوا نكتبها كده يلا وانتو ملوا هالي الك حرف ايه ده السي كا ا حرف الا كي اي حرف الاي كاير ار حرف الار كايرو القاهرة بعد كده i number two i like to go on school trips trips معناها رحلات بصوا trip رحلة قصيرة trips رحلات طيب اكتبها ازاي ت يلا بينا حرف ت tri r حرف الار tri اله دي اي اي بانطقها بصوت قصير يعني الاي ساعات بانطقها طويلة كده long بيقوت قال صوتها واضح كده قدامي اي وساعات بانطقها اه بصوت قصير trip البي بس بخرج هوا من بقي وانا بانطقها كده رحلة tripp رحلة قصيرة trips رحلات اس الجامع طيب اكمل واسمعتيني بيقلي we visited the Egyptian Museum ميوزيم متحف تعالي نكتب ميوزيم محرف ايه ده م ميو يو اهو صوت اليو واضح اكتب اليو اه ده صوت الز الزد بس انا عارف انها اس تمام؟ حتى بإيه؟ قبلها وبعدها حرفين متحركين. قبلها اليو اهو ميوزي وبعدها الاي؟ ميوزيام يو وبعدين الام. كتبت ميوزيام. أول رقم فور بقا هنقولها. أول تيتشر ها أنا سمعت كلمة ايه؟ تيتشر أكتبها. مدرسنا أخبرنا مني انترستنج شيئ شيئ عديدة عن ميوزيام عن المتحف. طيب تيتشر اكتب تيتشر ازاي? الت حرفة تي. تي. اي. ابعدها ايه؟ اي طويلة. عارفين كدة كلمة تي ديت؟ معناها إيه؟ لو شاي تي تشا تشا بقى حرفين السي وبعدها الاتش تي تش ار اي وبعدين الار تي تشار مدرس كده خلصنا سؤال الليسنينج تمام؟ أبدأ بقى خلاص أركز منه أنا ركزت قوي 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 ليه بقى؟ عشان كده بقولكم أنه لازم تربطوا بين صوت الحرف في العربي وصوته في الإنجليش علشان احنا لما نسمع نص الاستماع فيه ولين ما بيبقوش عارفين صوت الحرف ده إيه نركز قوي وإحنا بنسمع علشان نكتب صحة في أسئلة الليسنينج تعالوا نبدأ بقى على السؤال التالت سؤال 3 واريد and complete the dialogue with the words from the books مديني كلمات والمفروض إن أنا أترجمها بقى صح أروها صح وأعرف معناها وابدأ أقرأ الديالوج الديالوج ده حوار بين اتنين بين هشام وبين أحمد أبدأ أشوف إيه الكلمات اللي نقصة بينهم تعالوا نشوف إيه الكلمات الأول ونترجمها مع بعض أول كلمة interesting interesting معناها شيق interesting طيب وفزت معناها يزور try يجرب pyramids أهرامات excited متحمس تعالوا بقى نقرأ الديالوج هشام بيقول how do you feel أحمد كيف تشعر يا أحمد أنت حاسس بإيه؟ قال له I am really about the vacation طيب كلمة feel D تشعر عرفتني إن أنا هكتب حاجة وصف للمشاعر فإيه الحاجة هنا اللي أقدر أوصف بيها الشعور؟ excited متحمس صح؟ أنا فعلا متحمس طيب رقم 2 هشام بيقول له me too وأنا كمان why don't we ليه إحنا إيه بقى why don't we why don't we try نجرب new activities activities أنشطة جديدة ليه ما نجربش أنشطة جديدة؟ رد عليه وقال له good idea فكرة رائعة أو جيدة do you like too هل أنت تحب to a new places visit تزور أماكن جديدة رد عليه وقال له yes I love to visit new places أيوة أنا بحب أني أزور أماكن جديدة قال له what about visiting the new museum إيه رأيك what about d ماذا عن إيه رأيك في زيارة الأهرامات مكان أهو the pyramids two أيضا قال له okay they are near the new museum هم قريبين من المتحف الجديد تعالوا بقى إزاي نحل سؤال التوصيل طريقة حل سؤال التوصيل سهلة جدا إحنا بنعتبر كده نص الكلمة دي كأنها كأني عندي صورة كبيرة كده البازل وأنا بكونها وده العمود ده النص التاني أبدأ أربط بين حاجة وحاجة تعال أقول لكم ازاي number one I like أنا أحب to ride on إن أنا أركب على الرولر كوستر طيب هو إحنا هنركب الرولر كوستر ده فين الرولر كوستر ده مكانه فين هو قطار الملاهي هيبقى في حضيقة إيه الملاهي صح يبقى هربط بينه بين theme park لأن القطار ده موجود في المكان ده فدي هتبقى رقم one تمام طيب رقم two there are lots there are lots ايه بيوجد الكسير من الا there are lots بيوجد كسير انت تقدر تشوفه في القاهرة طيب يبقى هقول إزاي بقى تعالوا كده فكروا معايا there are there are معناها يوجد there are معناها يوجد تمام لطس الكسير بيوجد الكسير لطرا تقدر تشوفه في القاهرة طيب why دي أداة استفهام يعني معنا كده ان ده سؤال طالما بدأت بيها الكلام يبقى ده ايه سؤال طالما وطالما سؤال يبقى لقى في الآخر علامة استفهام طيب تعالوا نقرأ كده بقى ونتأكد why don't why don't we try new places ايوة صح فذي كده رقم ثري طيب تعالوا نشوف هنا رقم four يلا بينا اول حاجة رقم four we can take many احنا نقدر ايه ناخد ايه عديدة استنو هي الفعل take بربط بينه وبين كلمة ثور وبين كلمة photos take photos يلطقت ثور يبقى هيا دي الاجابة رقم four طيب رقم five بقى اعملها ازاي تعالوا نشوف رقم five we can watch احنا احنا نقدر نقدر نشاهد we can watch the sun set بنقدر نشاهد غروب الشمس بنقدر نشاهد غروب الشمس يبقى ده رقم five تعالوا كده نروح نروح لبيج 92 وده سؤال choose يلا نختار اللي هو اختار من متعدد تعالوا نحله مع بعض يلا كده نكبر الصورة رقم رقم one there are many بيوجد العديد من رايدز رايدز اعتبروها اللي هي ألعاب ملاهي تمام جاية من ركوب مش رايد كوستر وبين الثيم بورغ وبين الرايدز والثيم بورغ طيب رقم two this ancient mosque mosque معناها مسجد هذا المسجد القديم has عنده اولديه a very high ايه عالية جدا هنربط بين المسجد وبين المنارت المئزنة المئزنة دي بتبقى فقى على المسجد طيب رقم three let's a the Egyptian museum tomorrow استنوا بقى اقولكوا حاجة اصلا let's d let's d اصلها let's as بصوا كده اهي شايفين let's d اللي احنا بنشوفها على طول دي اصلها let's ومعناها هيبنى ولازم لازم يجي بعدها الفعل في المصدر يعني من غير اضافات خالص يعني هنا دي اهي visit فيها حرف الاس ما تنفعش وهنا فيها ال d برضو ما تنفعش وفي ال i و g ما ينفعش لازم اختار visit زي ما هي من غير اضافات خالص طيب رقم 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 عمي بيحب 2 e new places اماكن جديدة لذلك he he always هو دايما travels to many countries دايما بيسافر لبلاد عديدة فهو بيحب يستكشف المكان يتعرف عليه explore يستكشف رقم 5 they are riding a roller coaster it's amazing طيب احنا خلاص بقى عرفنا ان ride الفعل ride بيجي بعده حرف الجر on دي بتبقى ثوابت يا ولاد ولازم نعرفه تعالوا بقى نحل سؤال الترتيب ازاي اقدر اعمل سؤال ترتيب الكلمات انا برتب الكلمات علشان اقدر ان انا اكون جملة صح بعرف معنى كلمة كلمة وبعد كده ابدأ اشوف انا هكون جملة ولا سؤال بصوا معايا كده اول حاجة هنا explore يستكشف شد يجب عليك او ينبغي the sucks sucks يعني ايه الاسواق we نحن ضمير فاعل monday يوم الاثنين وon حرف جر وطالما في يوم من ايام الاسبوع اعرف ان حرف الجر on ده بيجي قبله طيب انا كده هكون جملة ولا هكون سؤال لأ انا هنا هكون سؤال انا شايفة علامة الاستفهامة وشايفة انه بادئ بفعل مساعد تمام طالما الكلام طالما الكلام اللي قدامي بادئ بفعل مساعد يبقى معنا كده ان الكلام ده سؤال طيب انا هبدأ بالفعل المساعد اهو explore طبعا احنا عارفين في قناة انجليزية كل المراحل بنمشي على قواعد على طول بعد الفعل المساعد ده ببدأ ادور على الفاعل يلا ندور على الفاعل هنا ها فين الفاعل اهو وي شد وي ماشي هليجب علينا احنا ايه ها بعد الفاعل ببدأ ادور على الفاعل الاساسي فين الفاعل الاساسي هنا تعالوا كده ادوروا معي اهو explore كده احنا عملنا ايه الفاعل المساعد بعد الفاعل وبعضه الفاعل الاساسي فقلنا ايه بقى شد وي explore يعني هل ينبغي علينا ان احنا ايه او يعني هو دي بقى اكتراح لما بدأ السؤال بشد بيبقى معناها اكتراح هل احنا ايه رأيكم بقى يعني هيا بينا او ايه رأيكم بيكترح عليهم ان احنا نستكشف ايه ها اقول الاماكن ايه بقى يوم اللي اتنين هنا ان حرف الجر وبعدها يوم اللي اتني طيب رقم تو جو يذهب زا الالف واللام ال لتس هيا بنا تو الى بورك حديقة ثيم ملاهي طيب تعالوا نبدأ كده اول حاجة لتس وحنا قلنا طالما بدأنا الكلام بلتس لازم لازم ييجي بعدها الفاعل فين في المصدر يبقى انا عارف كده ان بعد لتس ابدأ ادور على فعل في المصدر فين الفعل اهو لتس جو هيا بنا نذهب طيب الفعل جو دايما دايما بيجي بعده حرف الجر تو هيا بنا نذهب 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 مدينة الملاهي يبقى جملة 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 إيه 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 إه إيه 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 إي وبعدين الفعل الأساسي يعني هنا هكتب كان لأنه من الأفعال المساعدة وبعدها الفعل الأساسي إحنا كده كتبنا إيه بقى؟ وقف كده استنى ثانية عارفين لما ترتبوا الحل في مخكم؟ إن شاء الله هتتأكدوا أن أنتوا صح إحنا نقدر نجرب نجرب إيه أجازتنا؟ ولا نجرب أماكن جديدة؟ أماكن جديدة طيب إحنا اتفقنا خلاص إن إحنا بالعربي بنقول أماكن جديدة طيب لكن في الإنجليزي بنقول الصفة الأول وبعدين الإسم طيب فين جديدة؟ نيو أهي طيب وأماكن بلايسز لأجازتنا فهنده لحرف الجر فورده وبعدين أور ذيكيشن تمام كده؟ تعالوا بقى نحل سؤال البونكتشوشن أول حرف في بداية الكلام لازم لازم يكون كابتل لادر ليه بقى أول حرف؟ سواء جملة أو سؤال لازم أكتبه كابتل لادر طيب الكابتل هنا أول حرف حرف الأم أبدأ أكتب حرف الأم كابتل تمام؟ ها؟ طيب أشوف بقى في حاجة هنا في الجملة لا مفيش طيب في الآخر أكتب نقطة ولا علامة استفهام أرجع لأول كلمة هي اللي هتحدد لي أول كلمة ماي مام ماي مام دي فاعل فهنا طالما بدأت الكلام بفاعل نبقى معنا كده إن دي جملة والجملة في نهايتها بحط في الستوب وأحطها في سيركل كده علشان تكون واضحة للمصحة تعالوا نكتب باريجراف بقى عن رحلة إلى القاهرة تعالوا نعرف نكتب باريجراف إزاي وإحنا اتفقنا إن إحنا بنبدأ بحرف كابتل كبير وبننهي كل جملة بصور الستوب إحنا الباريجراف خلوس ما بقاش فيه أي مشكلة هو عبارة عن جمل بكتبها جنب بعض تعالوا نشوف هنروح لبيج 242 في كتاب المعاصر يلا بينا كده أهو الباريجراف قدامنا تعالوا نشوف أول حاجة عملنا إيه أول حاجة هنقول أنا أحب زيارة أماكن جديدة في أجستي أقول الجملة دي إزاي أبدأ الجملة بفاعل والفاعل ده هيكون آي أنا محتاجة فاعل فهيختاره لف آي لف أنا أحب زيارة بعد لف الفاعل بيجي آي إن جي فيزتينج آي لف فيزتينج أنا أحب زيارة أماكن جديدة نيو بلايسز نيو بلايسز أماكن جديدة في أجستي بس أبقى عارف إن on حرف جر بس معناه فيه هنا بتيجي قبل vacation on my vacation حطت فلسطوب كده أنا كتبت جملة أبدأ بقى جملة جديدة بحرف كابيتل تاني وأقول آي أنا أحتاج أدي فاعل وفعل أنا بحتاج إيه and to I need to I need to بيجي بعدها حرف الجر to I need to try أن أجرب some activities بعض الأنشطة for the trip للرحلة تمام؟ طيب حطت فلسطوب أبدأ بقى جملة جديدة وأشكل الفعل هنا هقوله إيه؟ هقول يوجد كلمة يوجد بس يوجد للجمع معناها إيه؟ there are there are يوجد للجمع يوجد الكثير lots of الكثير من الأشياء things لكي تفعلها في القاهرة to do in كايرو وركز إن أسماء المحافظات المدن والبلاد أبدأ أول حرف فيها كابتل حتى لو في نص الكلام أبدأ جملة جديدة وعايز أقول أنا أقدر أزور متحف أصر المانيال أقولها إزاي؟ I أنا كان أقدر visit أزور the Manial Palace Museum أصر متحف أصر المانيال with my friends مع أصدقائي حطت فلسطوب أبدأ جملة جديدة وعايز أقول إنه رائع it's interesting إنه رائع طيب عايز أقول بها إحنا نقدر نلطقت صور هناك we can take photos there إحنا نقدر نلطقت صور هناك أدي ويدي فاعل بدأ تاب حرف كابتل وبعدها الفعل المساعد اللي هو كان we can تمام؟ وبعدها تيك نقدر نلطقت صور هناك أبدأ جملة تانية عايز أقول بقى إحنا لا ينبغى علينا إن إحنا ننسى إن إحنا نستكشف الأسواق we shouldn't we أدي الفعل أهو shouldn't الفعل المساعد أهو forget ننسى to and explore نستكشف the soaks الأسواق we can climb إحنا نقدر نتصلق the bab the whale minaret مئزنة باب the whale أبدأ جملة تانية وأقول we will will we will ab strofie double L d هي إختصار we will إحنا سوف have great fun يعني إحنا هنتمتع كثيرا تمام؟ أو هيكون عندنا متعة كثيرة للزيارة دي كده بس إحنا خلصنا كل تدريبات درسنا يارب أكون قدر تافتكم تنسوشوا اللايك والشير للفيديو باي بوي